أنا عايز الخطف والمخطوف ما تتلش في موضوع العساكر فرئيس سيسي مبارح أهل هنعلم مين اللي عمل موضوع رفح الرئيس كان عارف أو ما يسمى الرئيس كان عارف وأصر أنه لا يعلن يعني التكوين لإرهابي الدولي اللي أفسد مصر ودمر مؤسساتها أو حاوة دمروا ستف سنة ونص كل ده هيتعرف في القامل الجاية ولذلك الحوار أعتقد جازماً أن الحوار اللي اتزعف الوطن أو اللي اتكتف الوطن فالأرينا من شوية بين ما يسمى الرئيس والسيسي أعتقد من الحوار حقيقي ما هوش يعني من الخيال اللي كتبه وأعتقد هو ده اللي تقلب الزبط قال له عندنا اللي هندينك به وخليك ساكت أحسن وقال له أمريكا مش هتسبكه والحبه دول لأن الإخوان تخيالي مين بيأيدهم أمريكا والنتينياهو ما أيوة فهما دول أولاد العم فعلا هما دول فعلا هيضل الجهاد المقدس بيقولك احنا بنجاهد بنا تمين سنة ضد العدو الصهيون هما واحد وحدة وحدة فإحنا بصدد جماعة إرهابية هيطلع كتير في القامل الجاية أسرار وهيطلع كتير من اللي هما عملوه ساد النهضة كان بالاتفاق ما يهموش الإضرار بمصر لكن يهموا بقاءوا على رأس السلطة على سلدة الحكم سنين طويلة حلايب وشلاتين حدودنا مع غزة دخول المئة وعشرين كيلو المطلوبين اللي كان بسببها تملك الأراضي اللي الجيش رفضوا كان مطلوب جدا فعلا الغزيين وهم فوق رأسنا لكن حماس لا يدخلوا يستوطنوا غزة مئة وعشرين كيلو شرق العريش كل ده كان متفق مع الأمريكان آه ما حصلش بس يكفي الاتفاق يكفي الخيانة لغزم خاليني أسأل حضرتك سؤال مهم الحقيقة هو بيدور في ذهني